موسيقى مشاهدين ومتابعين عبر شاشة الشارقة الرياضية نرحب بكم مجددا مع بداية حلقة جديدة من رياضة المرأة التي تشهد كل يوم الجديد والمثير والممتع من الفعاليات والبطولات نلقي من خلالها الضوء على أهم وأبرز ما فيها من أحداث ونتوقف مع محطاتها المتنوعة والمليئة بالإثارة حصيل ما أتت به كاميرا رياضة المرأة اختصرناه في سطور هذه العناوين موسيقى أندكبي تكشف النقاب عن سر النجاح الاستراتيجية داخل المؤسسة الرياضية موسيقى الرياضة والطب وجهان يكشفان عن معايير النجاح التنظيمية في الألعاب الخاصة العالمية موسيقى نادي الشترنج والثقافة للفتاة بالشارقة يرفع شعار الوفاء لأصحاب الإنجازات والعطاء موسيقى شم وشيخة توأم ألعاب القوى ترفضان فاصل الدقيقتين بينهما والقرص يردخ لإعجاز أرقامهن صليل سيوف الشارقة يسمع على منصة تتويج ويحتكل الألقاب في أمسية من ذهب وفضة موسيقى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أصبحت لها من المكانة ما يجعلها تواكب الأحداث والفعاليات والبطولات بل ورسم الاستراتيجيات لمستقبل يسهم في خدمة القطاع الرياضي وتطوير رياضة المرأة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص بهدف إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية هذا وهو ما تكشف عنه مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة سعادة ندا النقبي لبرنامجنا بالتخطط والفكر السديد ترتق المؤسسات الكبرى هذا ما يستحق أن يطلق على واحدة من المؤسسات الرياضية في إمارتنا الباسمة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المنارة المشعة التي من خلالها تجد فتيات الإمارة المتنفس الذي يخرج من خلاله طاقتهن عبر التسع رياضات تشملها المؤسسة الرياضية يمارسها أكثر من 500 لاعبة هذه المؤسسة نتاج فكر سيدة المبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة وبإدارة ماهرة وحرفية عالية من مدير عام المؤسسة سعادة ندا النقبي التي تكشف عن الاستراتيجية التي تتبعها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة كل مؤسسة إذا مشت بمنظومة واضحة استراتيجية واضحة توضعها لهذه اللاعبات بالتأكيد ستوصل للهدف الذي حطت له يعني إذا نحن اليوم نشوف ما شاء الله لدينا تسع العاب إضافة إلى لعبة جديدة ستضاف لهم هذه الألعاب بنيناها برؤية واستراتيجية واضحة في مدى التطور الذي هو فيه أيضا بمشاركة المؤسسات والجهات التي تدعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المنظمات أو المنظومة هذه كلها ستكبر وتعلى إذا كان هناك مساندة أيضا من الجهات التي تخدم هذه الرياضة مثل الاتحادات الوطنية المحلية مثل مجلس الشارج الرياضي مثل هيئة العامة للرياضة هذه كلها تصب في مصلحة اليوم اللاعب في التاسع عشر من أكتوبر 2018 أصدرت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي توجيهاتها بإدراج كرة قدم الصالات ضمن الألعاب المعتمدة في نادي الشارق الرياضي للمرأة التابع للمؤسسة وسريعا كانت تفاعل النقبي بالتواصل مع لجنة كرة قدم السيدات باتحاد الكرة لتتوالى بعدها الاجتماعات التي تبحث وتخطط لأول نسخة من دور قدم الصالات للسيدات نحن دورنا كمؤسسة الشارجة أو كنادي الشارق الرياضي للمرأة اللي يعني يضم في صرحة الكبيرة تسع ألعاب وفوق الخمسمائة لاعبة بالتأكيد أن هذه الأندية أو هذا النادي ما راح يقدر يشارك إلا بعد ما يكون فيه خطط واضحة أيضا من الاتحاد يعني إحنا بدورنا نعد اللاعب نوفر لأفضل الكفاءات الفنية والكفاءات الإدارية إضافة إلى الخطط اللي نحط لهم إياها سواء كانت من تدريبات معسكرات خارجية معسكرات داخلية البطولات المحلية اللي يشاركون فيها البطولات الخارجية اللي يشاركون فيها هذه كلها تصب في تطور مستوى الفني لللاعبة بالتالي تطلع لك بطلات يشاركون في المنتخبات اللي تعتمد اليوم عليها اتحادنا فيما يقارب من 80 إلى 90 إلى 100% أحيانا في بعض الألعاب طبعا دور بارز ومهم تلعبه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من أجل خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب خصوصا وأن رياضة المرأة بالدولة وصلت إلى مراحل متقدمة بفضل دعم القيادة الرشيدة بشكل عام وأيضا الاهتمام الذي تحظى به في إمارة الشارقة على وجه الخصوص والتي باتت الوجهة المفضلة للرياضة النساوية بعد النجاح الكبير لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي استضافتها الإمارة على مدى نسخاتها سابقة على أرض زايد الخير تستمر منافسات وأحسنها وفي أحداث دورة الألعاب العالمية للأولمبيات الخاص أبوظبي 2019 من أجل قهر المستحيل وفي هذه الألعاب نرى بوضوح مدى الرعاية الطبية الفائقة والممتازة لكل الفئات المشاركة وهو ما يؤكد أن الإمارات تطبق أعلى المعايير التي تدخل في خانة التنظيم الرائع للبطولة نتابع ولنا عودة الرياضة والطب وإن كان اختلاف الأولى في ممارسها كفئات وأعمار وجنس وتخصصات إلا أن الثاني يشترك في عناية ذلك ومتابعة الجهد البدني الذي يبدله كل رياضية وهو الجانب الذي يحظى بأهمية بالغة في هذا الحدث الرياضي العالمي من خلال تخصصات طبية متنوعة تقف على التحضير الجيد والمتابعة الصحية العالية لكل مشاركة هنا تخصص كل السمع فمن بداية ما يدخل الأثليت يشوف الدكاترا الإذن إذا كان فيها الأسمح الله الشامع أو كذا بعدين يجي على طول على تخطيط السمع جدا سهل نقرر إذا يحتاج سماعات أو لا نحن جدا جدا سهلين معهم متبسطين معهم يعني أي شيء ممكن يحتاجوا وألف حمد وشكر على خدمة الإمارات يعني شيء ما أظن تقدر تشوفه في أي مكان في العالم ما شاء الله الجانب المعنوي للمتنفسين له دور كبير في التهيئة النفسية قبل أثناء وحتى بعد كل سرع رياضية وهو ما يقف على متابعته متخصصين في المجال طيلة أيام الحدث الهدف من البروغرام إن إحنا الأثليت أو اللعيبة بيدخلوا عندنا وبنتكلم معاهم إنه كلنا بيجلنا توطر سعياته وبيبقى عندنا شوية قلق في مواقف معينة منها البطولات بالزاد في المجال الدولي وبنعديهم على خمسة أو ستة ستيشنز محطات معينة بنتعلموا منها إزاي إنه هما يسيطروا على التوتر بتاعهم ده فأول ستيشن بيعدوا عليها حاجة اسمها ويديهم ويستعملوها بحيث إنه إحنا نعمل اللينك ما بين التوتر الزهني مع التوتر الجسدين ساعة إحنا بنحس بالتوتر ده في جسمنا في صورة إن العضلات بتتشد أو في صورة إنه إحنا بنبقى مجدودين فبنعلمهم إزاي إنه هما يسترخوا لما بيكونوا متوترين كوادر طبية تؤدي خدمة إنسانية في أجواء رياضية عالمية أمر كثيرا ما يسهل أداء المدربين والفنيين التهيئة النفسية لللاعبين مهمة جدا في كثير من المرات نجد صعوبة في ذلك باعتبار الأمر يتعلق بفئة خاصة من الرياضيين توفر الأطباء من مختلف التخصصات الطبية يرفع من الأداء التنافسي للرياضيين ويسعدنا ذلك عندما نشاهدهم يقدمون أداء فنيا عاليا جزئية مهمة هي تلك التي تتوفر عليها الأولمبياد من أجل أداء جيد ولياقة عالية لكل الرياضيين المشاركين من هذه الفئة وتتوالى الفعاليات والأحداث على أرض زايد فمع البطولات تتحقق الإنجازات التي تستحق التثمين والتقدير ومع واحدة من الاحتفالات الكبرى لتكريم بطلات الشطرنج كان حفل قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة الذي نظمه نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة للإنجازات التي تحققت في عام 2018 زميرتنا رشا محمد كان لها تقطية خاصة للحدث نتابع في أمسية مميزة بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات أقام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة حفله السنوي في بادرة تتكرر كل عام يحتفي فيها النادي باللاعبات للبطلات تقدم الحضور الشيخ سقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وسعادة اللواء سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة نادة النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وسعادة عيس هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مبارك لأعظم إدارة والمتسبين نادي الشطرنج الفتيات شاهدنا اليوم كوكبة من الفتيات الجميلات اللي هم يعتبرون إن شاء الله مستقبل هذه اللعبة في إمارة الشارقة وأنتمنى لهم التوفيق في اختيار هذه اللعبة المعسبة التي تنمي عقل الأطفال وأنتمنى لهم التوفيق وأنتمنى لكل من يساهم في هذا الإنجاح وقام مجلس إدارة نادة الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بتكريم كل الجهات والشركة المساهمين في إنجاح منظومة العمل ومسيرة النادي وهي مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج وشرطة الشارقة واتحاد الإمارات للشطرنج حقيقة محظوظين في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة بالذات محظوظين بهذه القيادة المهتمة فينا المهتمة في النشأ مهتمة لا تنظر أكثر ما تنظر فيها إلى الاحتفاظ بهذا النشأ أكثر حتى من النتائج يعني دائما توجيها صاحب السماء الله يحفظه يقول نحن همنا الكبير أن نحافظ على النشأ نحافظ على الأطفال من الفراغ من الخروج إلى خارج ولهذه هذه الأندية تحتضن هذه البراعم للصغير سواء وصلوا فيهم من يصل الحمد لله إلى نتائج جيدة ومشرفة على مستوى الدولة ورفاو عالم الدولة خفاقا في جميع المحافل الدولية كما قام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بتكريم اللاعبات أصحاب الإنجازات في مختلف البطولات المحلية والدولية خلال عام 2018 وكذلك الهيئة الإدارية والفنية والمدربين بالنادي في البداية أتوجه بالشكر الجزيل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على دعمها اللامحدود للرياضات سواء النسائية والغير النسائية ونعدها إن شاء الله بتقديم ما هو أفضل في هذا المجال وفي هذه الرياضات اليوم من هذا المنبر أنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع اللاعبات المنتسبات إلى النادي على جهودهم وعلى مشاركتهم المستمرة معنا في نادي الشطرنج والنجاحات التي برزوا فيها من خلال عام 2018 رأيتنا إن شاء الله بتقديم الأفضل مستقبلياً التكريم والتثمين يأتي دائماً من أهل الوفاء عرفاناً بما قامت به الزهرات الصغيرات من دور بارز للارتقاء بلعبة الذهن والعقل والخطط الاستراتيجية الشطرنج وما حققته الفتيات على مدى عام كامل بجانب تثمين دور الأجهزة الفنية والكوادر العاملة بالنادي وهو ما يعبر بحق عن مدى الوفاء والعرفان بما تم بذله من جهد كبير على مدار عام كامل تزامناً مع الألعاب العالمية للأولمبيات الخاص لا بد أن تكون لنا وقفة مع أبرز النماذج التي تنير سماء الرياضة الإماراتية ليس بإنجازات هذه الفئة فحز وإنما لأنها فئة تستحق منا جميعاً كل الاهتمام والتقدير لما تقدمه من قصص نجاح باهرة وها نحن أمام قصة جديدة بطلتها فتاتان تلازمتا منذ المولد وتعاهدتا على أن تسيرا جمّاً إلى جم وتحققا الإنجازات سوياً تعالوا معنا نتابع تفاصيل قصة التوأم الذي يفصل بينهما دقيقتان عندما تتحدى العزيمة الإعاقة وعندما تتحدى الإرادة الإصابة وعندما تتحدى الأمنيات الواقع أيّاً كان ومهما يكن فإنك وقتها تقف رافعاً القبعة لهاتين الفتتين التي لا يفصل بينهما حواجز المكان أو حتى الزمان الذي يجعل دقيقتين فقط تفصل بينهما عند الميلاد إنهما التوأم القاهر للعزيمة شم عبد العزيز وشيخ عبد العزيز هما ليست فتاتين ينتميان لفئة ذو الإعاقة فحسب فلا يجب أن نقف عند هذا التعبير ونصمت بل من ضروري أن نكمل العبارة ونزيد لكل من يريد المعرفة بيتاً من الشعر هما بطلتان متوجتان يزين عنقهما أغلى المعادن الذهب النفيس لذلك واجب علينا أن نبدأ معهما من حيث بدأها أنا شيخ عبد العزيز من نادي الثقل المعاقين ونضميت فيه في 2015 وشاركت في العديد من البطولات ومنهم بطولة العلواز العالمية التي قامت قبل شعر تقريباً وخذيت فيه المركز الأول في الجلة والقرص استفدت منها أتعرف على الناس أعرف الناس أكثر صرت اجتماعية أكثر أنا من نوع اللي شوي خجول فبعد ما دخلت النادي صارت شوي عندي الجرعة في أني أتحدث مع الناس أخذ وأعطي معهم أكثر لم ينتهي المشوار بحديث شيخ الممتع والذي يدخل إلى القلوب دون استئذان بل الحوار يستمر لتستمر المتعة والإثارة المشوقة من توأبها شمّة التي وضعت لنا الحروف فوق الكلمات العذبة الرقيقة التي نسمعها بالنظر إليها أنا شمّة عبد العزيز عمري 17 سنة أخذت شيخ عبد العزيز التوم الكبيرة أكبر منها بدقيقتين يوميا نتدرب في النادي لمدة أسبوع من الأحد للخميس ونتجهز للبطولات القادمة شهر خمسة في ألمانيا وشهر سبعة في سويسرة بطولة الشباب هالمكان أول شي بداية بداية مستقبل لي والأختي مو بس مستقبل يعني شفت في بيتي لأنه يتواجد في زميلاتي ويتواجد في مدرتي اللي هي مثل أختي وأكثر هذه القصة لهاتين الفتتين التي اختارت الانتساب لنادي الإمارة الباسمة لا تجعلنا نندهش أو نستغرب للحظة واحدة من سر تفوقهما لسبب بسيط ألا وهو أنهما يستمدان طاقتهما من مجرد لحظات الوقوف والتأمل أمام ناصير البعاقين صاحب السمو وحاكم الشارقة سلطان قلوب هذه الفئة بل وكل فئات المجتمع والجنسيات شكرا بابا سلطان لأنك دعمتنا في وائد أشياء ولأولاك أنت ما كنا طلعنا وما كانوا الناس حرفونا شكرا لأنك خليتنا نكون أخويا خليتنا نكون شجعانا أن نطلع بين الناس ونثبت وجودنا بينهم ويظل عهد الوفاء يربط بين شيخة وشمة والذي بدأ بدقيقتين فاصلتين عند المولد ويستمر معهما لا يفصل بينهما في رحلة الحياة والرياضة أشكر أختي لأنها كانت معي في وائد مواقف منها كانت حلوة ومنها كانت شيئا بس عام شيئا أن نحن مع بعض ونكمل بعض شكرا لا نستطيع أن نقول أبلغ مما ذكره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عند افتتاح الألعاب العالمية للأولمبيات الخاص بأنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم فقط الإرادة تصنع الفارق وها هو النموذج الذي صنعته الفتاتان شمة وشيخة بإرادة حديدية فلهما ولكل ما ينتسب لهذه الفئة كل التقدير والإحترام موسيقى 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 عودة للأحداث والفعاليات ولنا وقف الآن مع بطولة الاتحاد للمبارزة فرق في الأسلحة الثلاثة للرجال والفتيات والتي شهدت مشاركة واسعة من أندية الدولة وبجانب هذا كانت المشاركة الإيجابية من لعبات نادي الشارق الرياضي للمرأة التي حققنا نتائج جيدة على مستوى المنافسات الثلاثة في الفلوري والإبي والسابر نتابع تفاصيل البطولة ولنا عودة موسيقى على الصالة الرياضية الكبرى بمنطقة رأس الخيمة التعليمية أقيمت بطولة الاتحاد للمبارزة فرق في الأسلحة الثلاث للرجال والفتيات والتي شهدت مشاركة واسعة من أندية الدولة ومراكز التدريب المتخصصة بلعبة النبلاء وهي بني ياس ونادي الوحدة الرياضي وأكاديمية دبي ومركز دبي ومركز العين ومركز الغيل برأس الخيمة ونادي شباب الأهل دبي والمدرسة الإماراتية التابعة لوزالة التربية والتعليم بجانب نادي الشارق الرياضي التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة هو الشيء أحبهني النادي على حصوله على المركز الأول في منافسات سلاح السابر والمركز الثاني في كل من السلاح الفلوري والإببي هالسنة في منافسات الفرق طبعاً كل سنة نحن لثلاث سنوات على التوالي كنا نحصل على المركز الأول بالنسبة لسلاح الإببي والفلوري بس هالسنة الحمد لله على كل حال ما حالفنا لحظ شوي كانت البطولة لها ظروفها وتمنينا أن نحقق المركز الأول بس للأسف خسرنا بفارق خمس لمسات في منافسات الأبي وفي ختام الفعاليات توجي المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسم رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وامتدح الأندية والفرق المشاركة بالبطولة ووجه لهم التهنئة وأشار إلى أن البطولة جاءت قوية ورائعة من مختلف النواحي والتي شهدت تنافسا كبيرا بين جميع الفرق المشاركة والتي مثلت أكثر من 11 ناديا ومركزا للمبارزة بالدولة وشارك فيها أكثر من 125 لاعبا ولاعبة يمثلون الأندية المشاركة التي حرص لاعبوها ولاعباتها على المشاركة الإيجابية والتنافس الشريف والتحلي بالروح الرياضية العالية من الجميع وشهد فعاليات البطولة حضور راشد الشمالي رئيس اللجنة الفنية من الاتحاد الكويتي للمبارزة المبارزة الإماراتية قامت تحقق نتائج طيبة خلال البطولات العربية والبطولات الخليجية نعم ممكن نقول أن العنصر النسائي أو الرياضة النسائية في دولة الإمارات صراحة غفزت غفزة كبيرة على المستوى الخليجي وقمنا نلاحظها في المستوى العربي في البطولة العربية الأخيرة التي قيمت في فبراير الإطاف في الكويت احتلوا المراكز الأولى كلها واحتلوا صدارة ترتيب العام للبطولة اشتركوا في القناة ويستمر تألق لعبات الشارق الرياضي للمرأة متواصلا خاصة بعد عودة اللاعبات من المشاركة في البطولة الأسيوية بالأردن والاحتكاك بأبرز لعبات القارة على مستوى لعبة المبارزة اشتركوا في القناة مشاهدينا ومتابعينا وصلنا لمحطة الختام في رحلتنا الرياضة التي كانت مليئة بالأحداث والفعاليات المختلفة والمتنوعة حتى نلتقي في حلقة قادمة لكم كل التحيات